السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أبناء الطلاب بناتي الطالبات مرة أخرى في حصة من حصص العلوم في الصف الأول ابتدائي لازلنا نكمل الفصل الأول والذي يحتوي على درسان ونختم بقراءة علمية عن زراعة المنقو كتابنا كتاب العلوم لعلكم كتبتم أسماءكم عليه الوحدة الأولى ذكرنا أنها تحتوي على فصلان الفصل الأول النباتات مخلوقات حية وهناك درسان تطرقنا لهم الدرس الأول المخلوقات الحية وفرقناها عن الأشياء غير الحية أما الدرس الثاني فتطرقنا للنبات وأجزاؤه ووظائف كل جزء سوف نتطرق الآن للعلوم والتقنية والمجتمع مع علاقة ما درسنا ونطبقه في واقعنا من خلال قراءة علمية عن زراعة المنقو توقفنا في الحصة الماضية عند نشاطنا المنزلي هذا النشاط نلخص ونصف أجزاء النبات في صفحة 24 كيف كانت نتائج تلخيصكم لتلك النشاط أو هذا النشاط كيف نلقيتم التلخيص كيف كانت استراتيجيتكم أو طريقتكم في حل هذا النشاط أحسنتم نشاهد سويا لدينا هذه الصورة نبدأ برسمة النبتة حتى نتعرف على أجزائها أولا الجذور وأين ستكون في باطن الأرض أحسنتم ثم بعد ذلك ما فوق سطح التربة يوجد لدينا ما هذه أحسنتم أوراق مفردها ورقة هنا ورقة لماذا؟ لأننا نتكلم عن واحدة ولكن إذا كانت أكثر من واحدة فهي أوراق ثم بعد ذلك هنا كالأنبوب أحسنتم هو الساق أيضا بعض النباتات تحتوي على أزهار وهنا واحدة إذن هي زهرة أحسنتم هذه الجزئية دائما من الساق والأوراق والأزهار وأيضا قد يكون هناك بعض الثمار كالتفاح مثلا يسمى أو يوجد فوق سطح التربة إذن هو الجزء العلوي أما الجذور فهي التي تكون جزء في باطن الأرض وقد يكون في بعض النباتات جزء منها فوق سطح الأرض بقليل ولكن إذا وضعنا النبات في أصيص أو في تربة وسقيناها بالماء هل هذه طريقة فقط لعيش النبات سينمو سيكبر سيثمر سيظهر الأزهار هل هذه طريقته فقط فكروا معي هنا المزارع يسقيها بالماء وهي في داخل الأصيص والذي يحتوي على التربة هل ستنمو شاهدوا هنا أيضا زميلكم يقوم بعملية الزراعة هل هذا يكفي نعم لا يكفي هناك شيء ناقص ما هو الشيء الذي أضيفه هنا حتى تكتمل احتياجات النبات ممتاز تحتاج إلى الهواء وأيضا الشمس تحتاج إلى ضوء الشمس بهذه الطريقة يستطيع النبات أن ينمو إذن النبات مخلوق حي يحتاج لكي ينمو إلى التربة وأيضا إلى الماء وكذلك إلى ضوء الشمس وأخيرا يحتاج إلى الهواء كيف تساعد أجزاء النبات على حصوله لهذه الاحتياجات كيف نحن ذكرنا أنه احتياج الأجزاء جذور وساق وأوراق كيف تعمل هذه جميعا حتى يستطيع النبات أن يحصل على الهواء والماء والضوء الشمس بالنسبة للجذور ذكرنا أنها تتشعب في باطن الأرض حتى تحصل على الماء قدر المستطاع قد يكون قريبا قد يكون بعيدا لذلك هي تمتد كثيرا وتتشعب في باطن الأرض وأيضا الساق سينقل هذا الماء الذي انتصته الجذور وينقله إلى جميع أجزاء النبات أما الأوراق فهي تكون مسطحة حتى تستطيع انتصاص أشعة الشمس ومن ثم تستخدمها لصنع الهداء النباتات تتشابه في أجزائها جميع النباتات ذكرنا أنها لديها نفس الأجزاء لا يوجد نبات بلا جذور لا يوجد نبات بلا ساق وإن كان ساق بعضها قليل فأيضا صغير أو رفيع لكن لا يوجد نبات ليس له ساق وأيضا الأوراق تختلف في أشكالها بين النباتات وأيضا تتشابه في وظائف هذه الأجزاء ولكن هل جميعها شكل واحد هل جميعنا الآن أنا وأنتم وأنتي نتشابه هل جميعنا نتشابه جميعنا لدينا نفس الأجزاء والأطراف والأعضاء ولكن لا نتشابه والنبات مخلوق حي لذلك أيضا لا يتشابه في أشكاله كيف نؤكد ذلك أكيد طبقنا على أنفسنا ولكن نريد أن نقوم بالتجربة نستخدم الكتاب والقلم ونستخدم الدفتر دفتر العلوم أو مطوية أو ورقة تساعدنا وكذلك نحتاج إلى أن نشاهد لابد أن نستخدم البصر وأيضا نحتاج إلى أن نشاهدها بالملمس نجربها بالملمس بس لابد أن يكون لدينا بعض تعليمات السلامة ما هي تجربتنا؟ نحتاج إلى مجموعة من النباتات هذه النباتات مختلفة الهدف منها هو ملاحظة الأشكال المختلفة من هذه النباتة دعونا نشاهد تلك النباتات أتيت لكم بثلاثة أشكال مختلفة حتى نشاهدها سوياً ونرى هل هي متشابهة أم غير متشابهة نشاهد سوياً كما تشاهدون لابد أن نستخدم الوقاية وتعليمات السلامة بحيث أن نلبس القفة زي يوجد لدينا ثلاث عينات من أو أشكال مختلفة من النباتات لنشاهد أولاً أجزاؤها هنا أوراق وهنا الساق والجذور في الداخل ممكن تشاهدون في هذا النبات جزءاً من جذوره خارجة من الأصيس وهنا أيضاً أوراق وهذه ساق هنا رفيعة وهنا أسمك لاحظوا وهذه أوراقها وهنا نشاهد بعض الأزهار هذه الورقة مدببة في نهايتها ولكن هنا مصطحة عريضة بينما هذه ساقها سميك خشبي وأوراقها كبيرة وأيضاً مسطحة كما ذكرنا حتى تستطيع انتصاص الشمس ولكن هنا يوجد ثمرة هذه ثمرة وهذه أيضاً ثمرة هذا نبات العنب ولازال لم يخرج ثماره وهذه نبت لنتانة فقط تزهر وتظهر الأزهار لا تنتج ثمار ولكنها للأزهار تستخدم كزينة وتستطيع تحمل أجواءنا حتى لو كانت في الصيف لذا يفضل زراعتها أمام المنازل بينما هذه فهذه التين التين نريد أن نقطف أحد الثمار ولو أنها لازالت في طور النمو نريد أن نقطف واحدة كيف القطف؟ لابد أن نستعين بأحد الكبار حتى يقوم بالقطف لمساعدتنا ولحماية أيدينا القطف يكون منخلال أدلف بشكل معاكس وليس قطفها بشكل قوي هذه الثمرة نريد أن نقعدها قليلا نريد أن نقص هذه الثمرة لازالت في طور النمو طبعا لم تكتمل نموها لنشاهد ماذا نلاحظ في الداخل شاهدوا لازالت في طور النمو لم تظهر الثمار لم تكتمل هذه الثمرة حتى تظهر بذورها وسوف نتطرف بإذن الله في الفصل القادم عن الثمار وأشكالها لعلكم لاحظتم هذا التشابه وهذا الاختلاف تشابهت في نعم تشابهت في أجزائها ولكن اختلفت في أشكالها لنعود سويا إلى العرض ذكرنا أن النباتات تتشابه في الأجزاء ووظائف تلك الأجزاء ولكن تختلف في أشكالها أتيت لكم بثلاثة أشكال وهنا أيضا في الصورة ثلاثة أشكال ما هذه وتنتشر لدينا بكثرة في بلادنا هي النخل أحسنتم وهذا التفاح وهنا العنب أحسنتم إذن في صفحة 24 نستنتج تختلف أشكال النباتات من نبتة إلى أخرى أشكال وليس أجزاء أجزاؤها واحدة إذن تختلف النباتات في أشكالها وأيضا في ثمارها شاهدوا معي بعض الثمار ولاحظنا اليوم ثمرة التين التي وجدناها في هذه النبتة وهنا أشكال عديدة من الثمار حددوا لي ما رأيتمه وما تعرفونه وما تأكلونه بشكل يومي شاهدوا من هذه الصورة ثمار مختلفة سواء كانت فاكهة أو كانت خضار ممتاز التمر ومشهور في بلادنا أحسنتم تفاح أحسنتم تفاح أخضر وأحمر أحسنتم أيضا برتقال موز أحسنتم منغو أحسنتم جوافة وأيضا جزر طماطم جميعها هذه ثمار وهي تتكون في بعض النباتات وليس جميع النباتات وشاهدنا أحد النباتات التي تزهر فقط ولا تثنر لماذا تختلف أجزاء النبات من نوع إلى آخر أشكالها وليس أجزاؤها لماذا؟ حتى تستطيع النمو وتكتمل في عيشها حسب البيئة التي تعيش بها تنمو الخضار والفواكه في المزارع الكثيرة لأن جميع النباتات تحتاج إلى بيئات مختلفة نحن في السعودية لدينا تضاريس مختلفة فليس كل منطقة تشابه الأخرى لذلك بعض المناطق تتميز في منتجاتها من المزارع وتختلف عن المناطق الأخرى ونحن في السعودية وكذلك في الدول الأخرى هناك بعض الخضروات والفواكه ليست موجودة في السعودية موجودة في بلاد أو تشتهر بها بلاد أخرى لذا بعضها متوفر في بلادنا وبعضها يأتينا من مزارع بعيدة خارج البلاد ينشاهد سويا هذه الخريطة التي تمثل أشهر المنتجات الزراعية في المملكة ذكروني ببعضها لعلكم تعرفون أشهرها وبالتأكيد أنتم من مناطق مختلفة وليس جميعكم من منطقة واحدة وكل منطقة لديها ما تشتهر وتتميز به من المنتجات نعم مثلا أحسنتم الأحساء يشتهروا بالأخلاص أو بالتمر القصيم أيضا يشتهروا بالتمر كذلك لدينا الطائف يشتهر بالتين الشوكي والبرشومي أحسنتم أيضا عسير تشتهر بالتفاح البري الصغير أيضا الجوف يشتهر بماذا بالزيت الزيتون إذن هناك زراعة خاصة للزيتون كل منطقة لها بيئة متخصصة وأجواء محددة وتربة محددة لذلك تشتهر ببعض المنتجات ولذلك سوف نتطرق اليوم إلى جازان أو جيزان نفضها ما صحيح تشتهر بماذا جازان يا ترى نعم تشتهر بزراعة المانجو لذلك سوف نتطرق إلى المانجو وزراعته في السعودية المانجو فاكهة لذيذة ومفيدة لكم لنقرأ سويا صفحة خمسة وعشرون نفتح جميعا صفحة خمسة وعشرون زراعة المانجو نبدأ بالقراءة المانجو نبات جميل ولذيذ ومفيد جميل ولذيذ ومفيد يهمنا من هذا مفيد خاصة لكم في هذا السن وأنتم تحتاجون إلى النمو لذلك أحد الفاكهة المفيدة يحتاج نبات المانجو إلى الدفع هو نبات من الاحتياجات التي يحتاجها أي نبات هو الماء والتربة وضوء الشمس والهواء ويتميز نبات المانجو إلى الدفع يحتاج إلى الهواء الدافع وضوء الشمس والماء لكي ينمو المانجو من النباتات التي تعيش في المناطق الاستوائية لذلك يكثر في جازان ما هي فوائد المانجو ينظم دقات القلب وضغط الدم تنمية تصفية البشرة وتنقيتها من البثور إقفال المسامات الواسعة للبشرة إذن هو مفيد جداً للبشرة محاربة جفاف العيون والحماية من أمراض أو الإصابة بالبصر الليلي لماذا؟ لأنه يحتم على فيتامين ألف ألف يمنع تساقط الشعر بسبب وجود النحاس الحماية من الأمراض ومحاربة الشيخوخة خاصة للجلد أو التجاعد التي تصيب هذا الجلد يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء في الدم من لديهم مشاكل في الدم أو نقص كريات الدم الحمراء مفيد جداً المانغو أيضاً يحمي من الإصابة من الأمراض السرطانية وبفضل المواد أو بسبب وجود المواد المضادة للأكسدة أيضاً في هذه الصفحة ماذا تشاهدون؟ هذا المزارع مبتسم لماذا هو مبتسم؟ يحمل صندوق المانغو ومبتسم لأنه زرعه وأعطاه بدل الجهد في صناعة في زراعة هذا المانغو وقطف الثمار وهذا ما نريد نريد منكم بدل الجهد حتى نقطف الثمار وهو النجاح تكثر زراعة المانغو في المناطق التي تتوفر فيها حاجاتها ما هي حاجاتها؟ نعيدها يحتاج إلى الهواء الدافئ وأيضاً الماء والهواء والتربة وكذلك ضوء الشمس تشتهر منطقة جازان بزراعة المانغو لماذا؟ لماذا؟ يوجد فيها ثلاثين صنف من المانغو أشكال مختلفة من المانغو إذن نجيب على السؤال الموجود في خمسة وعشرون أتحدث عن ما الذي يحتاج إليه النبات المانغو لكي ينمو عندنا أربع ماذا يحتاج؟ ممتاز يحتاج إلى تربة نوع التربة تكون غالباً تربة رملية أيضاً يحتاج إلى الماء وكذلك يحتاج إلى ضوء الشمس ومهم جداً هو يحتاج إلى الدفئ أو الهواء الدافئ أتحدث عن لماذا لا ينمو المانغو في المناطق الباردة لماذا لا يكثر زراعة مثلاً المانغو في أبهى مثلاً أو في مناطق باردة أخرى في السعودية لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الهواء الدافئ نحل هذا النشاط نحيط بالقلم حول الإجابة الصحيحة أي أجزاء النبات يحمل الأوراق؟ هل هو الزهرة أم الساق؟ نعم تنقل الغذاء والماء إلى بقية أجزاء النبات؟ هل هو البذرة؟ بدرة النبات؟ أم ساق النبات؟ أم زهرة النبات؟ نريد أن نختار الكلم الصحيحة هنا من الذي ينقل الغذاء والماء؟ أحسنتم إنه الساق تمتص فراق النباتات الماء والمواد الضرورية من التربة من الذي يمتص؟ هل هو الجذور؟ أم الثمار؟ أم الأوراق؟ من الذي يمتص؟ نعم إنها الجذور أحسنتم هذا الشكل يحتاج إلى ضوء الشمس والمواد الغذائية؟ أم لا يحتاج إلى ضوء الشمس والمواد الغذائية؟ ما الصحيح هذه؟ يحتاج أم لا يحتاج؟ نعم هو يحتاج إلى ضوء الشمس لماذا؟ لأنه مخلوق حي لأنه نبات وذكرنا أن نباتات مخلوقات حية لدينا نشاط منزلي قراءة علمية أكمل هذا الملخص بالاستعانة في الكتاب صفحة 25 يحتاج نبات المنقو إلى ثلاثة أشياء يحتاج إلى ماذا ويحتاج إلى ماذا وكذلك يحتاج إلى ماذا نريد إكمال الإجابات من الكتاب بذلك تذكروا طلابي وطالباتي شرحنا بعض الثمار وفوائدها لكم عليكم بالتغذية الصحية وشرب الماء وممارسة الرياضة ودمتم سالمين فمان الله